اشتركوا في القناة اذا هيا الى الشمال الى اوروبا الى باريس برج ايفل والفطار تمهل يا فتى هذا ما يتوقعون منا فعله لكننا سنتاجه جنوبا جنوبا لا يوجد هناك سوى الغابة تماما تماما لن يبحثوا عنا هناك ولماذا لن يبحثوا لاننا بالطبع لن نصمد يوما واحدا في الغابة انت عفقري يا هوف لهذا لن يتوقعوا تحركاتنا بفضل ذكائنا هل نحن أثناء؟ اجمع فرقة من الجنود هل سنلاحقهما؟ انهما مجرمان يجب ان اقدمهما للعدالة علي ان اطارضهما في اي مكان في العالم ثم وجه القرصان الشرير بلاد بيرد سيفه نحو الملازم مينارد وأجبره على الوقوف فوق حافة السفينة تقدم الملازم بشجاعة نحو مصيره ولم ينظر إلى المياه المليئة بأسماك القرش المخيفة أطلق القرصان ضحكته الشرير توقفي توقفي هذا مخيف لم أعد أتحمل توقفي ما هذا؟ أنت الذي اخترت هذا الكتاب أعرف لكن الغلاف يبدو جميلا وبديعا كان يجب أن يضع تحذيرا عليه حسنا لهذا يجب أن لا نحكم على الكتاب من الغلاف وكيف نحكم عليه إذن؟ آه بالطبع من محتوى وينطبق هذا على البشر أيضا لا يجب أن تحكم عليهم بالمظاهر فقط علينا أن نعرفهم أولا هذا صحيح هل وصلنا القراءة؟ هزم الملازم القرصان ثم عاش الجميع في سعادة وهناء معا في المرة المقبلة سأختاره أنا إذن فقد ذهب القرصان إلى السجن أليس كذلك؟ لم يراوا حالتها؟ لم يفرجوا عنه؟ صحيح؟ أعتقد أننا في أمان هنا بما أننا بعيدون عن المجرمين هذا يكفي لن أتمكن من الاستمرار اذهب أنت من دوني كما تشاء أذهب من دوني؟ نعم اذهب من دوني لا أستطيع فالقيود تربطنا سويا نعم نعم لا بأس سأذهب وأنا من دونك نعم نعم نحن أحياء أحياء أموت أموت حركات بهلوانية رائعة نعم أنت بارع في الأرجحة يا فتاة سيدي أنا هوفت وهذا هيوغو كيف حالك؟ مرحبا؟ لا يفهمني مرحبا؟ يا رجل الغابة هل تفهم ما أقول؟ أنا ترى زعمة إنه يتكلم يبدو أن معنا رجلا رياضيا يسعدني أنك لا حق ليس أنت أيها البدين لستم بريطانيين صحيح؟ لا يا فتاة الغابة لا نحن أمريكيان أمريكيان حتى النخاع طعام شهي تتذوق؟ لا شكرا أنت متأكد أنهم ليس قرصانين؟ اسألهما عن بلاك بيرد ليس قرصانين إنهما أمريكيان حسنا إذا وقفت فوق حافة السفينة لا تأتي إلي باكيا إذن أنتما من الجيش الفرنسي أليس كذلك؟ بلى كنا ثم استطعنا أن نهرب منهم هربنا من الحياة الشاقة في الواقع نحن لسنا بجنديين فعلا؟ فعلا؟ لا لا نحن عميلان سريان نتظاهر بأننا جنديان وذلك بارتدائنا ملابس الجنود المتسخة الرثة نعم من الفرقة الرثة نحن في مهمة رسمية مهمة نعم حقا؟ ما هي المهمة؟ مهمة سرية بالطبع نعم لا تنسى أننا عميلان سريان أليس كذلك؟ نعم بالطبع أريد أن أعرف ما الهدف من هذا بالضبط هذا؟ حسنا هناك هدف بالطبع سترينه في الحقيقة هذا إنه سوار الشفرات نعم صحيح يا هيوكو صحيح معذرة لقد أثقلنا عليكم كثيراً والآن قد حان وقت الرحيل نعم حان وقت الرحيل شكراً على مساعدتك يا طرزان أعتني بنفسيكما بالتوفيق هاي انتظر انتظر لحظة يا طرزان انتظر لحظة طرزان هل أنت محل ثقة؟ من بالطبع؟ إذن اسمع فالمعلومات التي سأطلعك عليها سرية سرية للغاية أعني نحن أيضاً لا نعرفها وما هيها؟ أنصت يا طرزان إن مهمتنا في خطر كبير ها هو السبب بصفتنا عميلان سريان نحتاج إلى ما نسميه في مجالنا مركز عمليات تماماً مكان ننام فيه نصف اليوم تقريباً ومكان نأكل فيه التواجبات في اليوم ومكان لغسيل ملابسنا ونفضل أن يكون الصابون ناعمة نحن نحتاج إلى مركز عمليات لمهمتنا السرية الكبيرة لكن أين يمكننا أن نجد هذا المكان؟ أين يا ترى؟ حسناً لماذا لا تبقياني هنا؟ ماذا؟ ماذا قلت الآن؟ تبقي هنا معنا هذا مركز العمليات فكرة رائعة يا ترى زان فكرة عبقرية بالفعل حقاً أنت عبقري مثل أينشتاين إنك تصلح أن تكون عميلاً سرياً ناجحاً مثلنا تماماً حقاً؟ أحسنت لا أكلها ليس النظيفة هل تعرفين؟ سيبقيان هنا؟ معنا؟ إلى أن ينجز مهمتهم السرية لا يجب أن تصدق كل ما يقولونه أقصد أننا لا نعرف هذين الرجلين كيف نعرف أنهما أهل للثقة؟ لا هما لا يحملان أي تأسلحة انظري كم هما متشكين أعرف أن مظهرهما مسالم هل تذكر ما قلناه عن الحكم على الكتاب من الغلاف؟ أشعر أنهما خطران لا أثر لهما هنا لا أثر لهما واصلوا البحث يجب أن نقدمهما للعدالة من هنا تذكروا لا بد أنهما مرهقان وجائعاً لن يتحمل هذان الأحمقان مشقة الغابة انظروا إلي المزاج مثل العاج هاتي الطعام إنني سعيد أصبح لنا بيت ولا نخدام صار المزاج مثل العاج من يصدق بين الشجر نعيش كالطيور من دون ريش مع الحيوانات نلعب والخفافيش والمزاج صار كالعاج تسعد عندما تعيش في الارتياح فنحن حقاً سعداء نلعب نجري نحو النهري نصح في وقت الأصيل أخبرنا إذا جف الغزيل جربوا خذوا القرار والمزاج صار كالعاج حقاً فشلت في الاختيار صار المزاج كالعاج سيصف المزاج من الكروب بعصير ليمون يملأ الكوب إذا كان هذان الأحمقان عميلين فلابد أنني أميرة أعتذر لي أنني أخفتك كوني حذرة سيدة مثلك وحدها في الغابة شيء خطر سأكون بخير وحدي شكراً جزيلاً يا أنا القونانل جونستاكي في خدمتك كنت أحذرك يا سيدتي لأن هناك مجرمين في المنطقة مجرمين؟ نعم إنهما هاربان من الجيش دعني أخمن أحدهما نحيف وضعيف الذكاء والآخر بدين وأحمق هما بالفعل تعرفين مكانهما؟ حسناً لا أريد أن يصاب أحد هنا تقدم ببطء ودعني أرايتك يا طرزان حظ سيء سأقول لك رأيي هل أنصحك بشيء؟ ضع كل ما معك كل شيء جازف يا فتى نعم هكذا يمكنك الفوز بالتأكيد تعتمد هذه اللعبة على التركيز صباح الخير يا سادة نعم أهلاً يا كولونيل استاكي من فضلك يا كولونيل نحن مزغولون بلاك بيرد بلاك بيرد إنه بلاك بيرد فلتفروا بسرعة اقبضوا عليهم هل نبدأ بالتشديف؟ هناك صوبوا احسنت يا رجل ترزان انتظر التلاتة فوق الأمر يساراً يميناً يساراً هيا يساراً هو محق أسرع أسرع تاعد عن وجهه أولاً يجب أن نسرع خوف تعال إلى هنا المنظر أكثر حقاً لقد هربنا بسهولة أهلاً 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 ترزان أرزوك انتظر أعطني هذه بسرعة من هنا أهرب هل سمعت ما قاله؟ هيا بنا انطلاق فلننتظر أهلاً بكم ترزان توقف يوغو وحفت مجرمان مجرمان؟ لا إنهما في حقيقة عميلان سريان لا إنهما كاذبان هل هذا صحيح؟ حسناً الحقيقة الحقيقة تكون أحياناً الفكرة غامضة بعض الشيء هل هذا صحيح؟ نعم صحيح نعم نحن لسنا عميلين سريين ترزان انتظر دعنا نوضح الأمر الجنديان هيوغو وحفت سوف أقبض عليكما ثانية للأسف سيتم إعدامكم مرة واحدة تقول أعدام؟ ما الذي فعله لعدامة؟ أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها جندي لقد رفض تنفيذ الأوامر تعني أنهما تمرادة هل هذا يستحق الأدم؟ لقد خالف كلاهما أمري وما هو الأمر الذي تتكلم عنه؟ لقد أمرنا بحرق قرية كاملة لكننا رفضنا رفضنا عندما يصدر الضابط أمرا فعلى الجندي تنفيذه أنا لم أمر بحرق قرية فيها نساء وعطفان والآن إذا أذنت لنا سنذهب فهذان المجرمان لديهما موعد مع الموت بعد أن وضعت كل ثقة فيهما لن أثق بأحد أهم شيء لا تثق في أحد لا يغطي الشعر نصف جسمه سامعت؟ نصف جسمه ترزان بحثت عنك في كل مكان يجب أن ننقل هيوغوهفت فورا معذرة هل تحاولين السخرية منه؟ وضعت ماني في حيرة أليس شريرين؟ لا اتضح في الحقيقة أنهما بطلان ألم تقول إنهما مجرمان مجرمان فعلا لقد ارتكب جريمة بالفعل لكنها ليست كل الحقيقة في بعض الأحيان بعض رجال السلطة يصدرون الأوامر الظالمة فيصبحون هم المجرمين الحقيقيين تعانين الرجل الذي رأيناه هناك؟ كولونيل استكيه في البداية لم أدرك الأمر فعندما رأيت زياه الرسمية وشراط خدعت وتوقعت أن يكون على حق حكمت عليه من الغلاف إذن نعم أنا مخطئة لم أطبق ما أقوله والآن سيقتل استكيه كل منه يوجوه لا لم يفعل في البداية فكرت في أن أدفعكما من فوق هذا الجبل لكن اخترت أسلوبا سيفكره التاريخ لي هذا كرم منك لكن أرجوك ابتعد عن شعري أعتقد يا هيوغو أنه لن يمس شعرك ولكنه سيقطع رأسينا أنتم لا تفهمون لن أبدو وسيما هكذا هيا تقدما هل لكما أي طلب أخير آمل أن أعيش بقية عمري نعم نعم هلأ أحضرت لي فطيرة فكرة جيدة محل الفطائر على بعد قارة لن تضل الطريق كفا أحضروا هما ستصيبوني بكدمات استعد لتذوق الموت هجوم هجوم انسحاب انسحاب لا أستطيع الرؤية لا أرى لا 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 أين أنا؟ أين أنا؟ دمرت المكانة واحدة والآن أين هيوغو وحفت؟ لا مجال للعرف سأتخلص منكما بنفسي ألم تقل إننا سنحصل على طلب أخير؟ مرحبا يا صديقي البدائي سنحسم الأمر رجلا لرجل أخيرا التقيت بين الدين سألقي بسلاحي لا ترسل قرضا ينهي أهمة رجل يوغو أتفكر فيما أفكر نعم هيا بنا من أجل طرزان حجوع يوغو هفت لا لا تقلق ستلحق بهم الآن ارموا أسلحتكم الآن انتهت مهمتنا في هذا المكان اذهبوا ارحلوا من هنا سنرحل قلت اني سأطاردهما في اي مكان في العالم والمهم انني فعلت طرزان حمدا لله انك بخير ماذا حدث لهوفت وهيوب لقد رحل في لحظة يؤديان لخدعة الفول السوداني وفي التالية يرحلان ما معنى هذا لقد دخل شيء في عيني هل تسمعوننا؟ نحتاج إلى بعض المساعدة فرزان لا تتركنا محلقين في الهواء هيوغو هوفت ماذا حدث ايها الضخم؟ اين الكولونيل استكيه؟ لقد رحل ظن أنكما قد مدتما نعم حسنا كانت هذه هي خطتنا نعم نعم نحن بارعان في وضع الخطط والآن ماذا ستفعلاني أيها البطلان؟ لقد قررنا أن نعود للعيش معكم بالمناسبة ماذا لديكم على العشاء؟ عندي فكرة أفضل سبعة لم أفز هذا حظ سيء لكن كنت أعتقد أن هذا هو الرقم يا بروفيسير لقد حسبتها بقواعد الشتاء ونحن الآن في الصيف ما رأيك الآن؟ يمكنهما أن يبدأ غدا لك أن تتخيل عندما يصبح لهيوغو وهوفت عمل رائع عمل؟ نعم رائع؟ أنا لست متأكدا أيها البروفيسير هل أنصحك بما يجب أن تفعله؟ هل أعطيه كل شيء؟ هذا صحيح أيها العبقري فقط لكي تتخلص من سوء الحظ هيا بنا أحتاج إلى حظ سعيد مثل المختبرات ما رأيك؟ لكن الإضاءة ليست جيدة لست أفهم لماذا ترسمين ببغاء؟ لأنه كائن جميل انظري إلى الألوان الزاهية إذا أردت طائرا اذهب إلى الخارج هناك ملايين الطيور في الغابة ليس هذا الهدف يا توكا فاللوحة تعبر عن نظراتي للببغاء إنه أسلوبي في التعبير عن هذا الجمال الرائع هل نعلقها هنا؟ حسنا احترس يا ترزان يبدو أن الشجرة تتحطم لست أنا السبب ترس! ترس!! ترس! ترس! شجرة! آرenneه ومحاَ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا انا لقد سمعت صوت ماذا تفعل هنا لا شيء انا اقطع الاشجار فقط من امرك ان تدمر غابتي ماركم هو طلب منا قطع الاشجار ليس دي دخل في الامر لا اريد متاعك خذني الى ماركم نادي عليه سيد ماركم هناك مشكلة يا والتر سمعت المحركات تتوقف نعم نحن واجهنا مشكلة بسيطة هل يمكنني ان اساعدك يا سيدي خذ معداتك واخرج من غابتي فورا من غابتك هل انت مالكها الغابة ليست ملكا لأحد حسنا انت مخطئ في الامر انها ملك لبوب ماركم هذه الاوراق تثبت حقي في استغلال الاف الافدنة في الغابة انت تتعدى على املاكي ولكنني ساكون جارا طيبا ولن ابلغ عنك السلطات هذا لا يعنيني الغابة موتن عائلتي وسوف احميها ابي ابي اوه يا الهي ابنتي ابي اصبحت كبيرة من هذا يا ابي حسنا عزيزتي انه ترزعن ملابيتك مضحكة يا سيد ترزعن انظر ماذا وجب اه انها جميلة يا ابي ورائحتها زكية ايضا ادخل الخيمة يا عزيزتي على والدك انهاء بعض الاعمال حسنا الى اللقاء يا سيدي سلام رأيت يا ترزان لست وحدك من ترغب في حماية اسرتك قال القمر للبطة ليلة سعيدة ونامت البطة الصغيرة في سلام كانت هذه قصاتي المفضلة وانا طفلة انت لطيفة شكرا يا أبي أنت أيضا لطيفة لا تبدين مثل طرزان تبدين طبيعية لأنني نشأت في انجلترا لكن طرزان نشأ هنا في الغابة مع الغوريلا هذا يذكرني بولدة أبي عندما كانت تقرأ لها ثلاثة أعوام مرت على وفاتها ليس لي في العالم سوى أبي لهذا جئت إلى هنا كي أمنحها أفضل حياة بأن تدمر الغابة الطلب على الخشب في تزايد هذا المنزل مبني من الخشب الكثير من الخشب في الحقيقة لست قلقا بشأن الحصول على الخشب يا سيد ماركم وإنما من أسلوبك في الحصول عليه الغابة نظام بيئي قديم ودقيق أي عبث فيه قد يؤدي إلى كارثة حسنا لقد وضعت كل ما أملك في هذا المشروع ولن أتراجع خوفا على النباتات في هذه الغابة أرأيت زهراتي؟ نعم إنها جميلة حقا لكنها بدأت تثبل أعرف طريقة تحفظين بها على جمالها حقا؟ هيا ضعي هذه الزهرة داخل هذا الكتاب والآن أغلقيه برفق هكذا؟ نعم وخلال أسبوع ستجدينها محفوظة طرزان ألا يمكننا الاتفاق على حل وسط؟ حل وسط؟ نعم دلني على منطقة أقطع فيها الأشجار حسنا كلما ابتعدت عن منطقة الغوريلا كان هذا أفضل حسنا هناك منطقة عند الجانب الجنوبي من النهر بعيدا عن هنا رائع رايت لقد وصلنا إلى اتفاق ماذا فعلت؟ ولكن لماذا لم تطلب منه أن يرحل؟ كان حلا وسطا الكل سعيد هكذا لا أفهم أمر الحل الوسط هذا أصبحت متساهلا أكثر من اللازم مؤخرا متى كانت آخر مرة استخدمت هذا؟ أين كان هذا؟ سيفيدني في التخلص من الأعشاب الضارة نعم رأيت؟ هذا دليل قاطع على إثبات كلامي أنا وماركام بيننا اتفاق يا توكا كان عليك أن تحصل على اتفاق مكتوب عسنا إلى الخلف يا رفاق ليس لي يد في الأمر لقد أعطانا المدير أمرا بالعمل في هذه المنطقة ننفذ أوامره فحسب ماركام أبي لمن تغسلين أسنانك وتستعدين للنوم؟ لقد غسلتها بالفعل اغسليها مرة أخرى أريد التحدث مع طرزان حسنا يا أبي أعرف لما جئت إلى اللقاء كان بيننا اتفاق وخالفته إنها مستنقى سيغرقون في الوحل لكن الغورلات اسمع جربت طريقتك لكنها لم تنجح سأفعل ما علي فعله من أجل أسرتي من أجل أبي وأنا سأفعل ما علي أن أفعله من أجل أسرتي أكاد أتاكو نشفجر؟ أكاد أتاكو نشفجر؟ هذا هو طرزان الذي أعرفه أرى جرافتين فقط لن نؤذي أحدا صحيح؟ لا سنمنع هذه الآلات من إحداث المزيد من الأضرار تعني نحن ضد هذه الأشياء المعدنية الضخمة المخيفة؟ لا أعرف طاق طاق كيف تتوقع من طرزان أن يؤدي دوره كبطل همام وأحد مزاعده؟ هل سمعتم هذا؟ ماذا يجري هنا؟ إنه هناك يحترم هناك خطب ماء هل تعتقد؟ حاول هذا المجنون دهسانة أعني ألا ترى أن هذا خطر؟ قليلا لا السائق يواجه مشكلة قلت لك حاول أن يدهسن ألم تسمع ما أقول؟ ألا أخبرني يا حلم لاهي ألا ألا أقومها ألم أعزون ألم تسمع اشتركوا في القناة قد حاولت ولم أستطع آسف يا سيد ماركوم حاولت أن أنهي عملي ولكن لا عليك يا واتر سنكمل العمل حتى تشفى تنفسه غير منتظم لديه طفح جلدي غريب إنها نزلة برد بسيطة على كل سأدرس عينة بسيطة إن هذا من سوء حظنا وولتر من أكثر رجالي صحة أنا لدي فكرة عن السبب فيما يحدث ها؟ وما هو؟ أنت أنا؟ نعم أنت أنت ومعداتك الضخمة تقومون بتدمير هذه الغابة يبدو أنك أطلقت نوعا من الفيروس أو البكتيريا الكامنة أرى إلى ما ترمي تحاول أن تخيفني كي تبعدني لن ينجح هذا أخرج من معسكري سمعتني؟ أخرج من هنا ولا تعد لم نتمكن من التخلص من مشكلة قطع الأشجار أبدا لقد تخلصنا من جرافة تخلصنا من جرافة لكن إذا سألتني؟ أنا لن أسأل نعم وهذه مشكلة تتكرر كثيرا على كل أعتقد أن المشكلة كانت عملية التسلل الفشلة بدت ليك فكرة جيدة أسف أسف لا تشغل بالك يا طاطع إنه شيء مثير ما علينا فعله هو أن نضربهم بكل قوة واحدا واحدا بلا هوضع لن يكون هناك داع لهذا يا توكا سيتولى هذا الفيروس أمر ماركم ورجاله ماذا تقصد؟ لقد حاولت أن أشرح للسيد ماركم أن العبث بنظام الغابة البيئي أمر خطر لأن تربة الغابة موطن لآلاف الكائنات الدقيقة كالجراثيم والبكتيريا مثلا أنا أعرف ما تعني إنها الحقيقة عندما دمر ماركم المنطقة وأشجارها أخرج مئات الكائنات الدقيقة من الأرض وواحد منها على الأقل مميت مميت بلا شك علينا أن نحذر ماركم ورجاله قد فعلت بالفعل لكنني لم أمسط أصابهم الفيروس بسرعة وقوة أبي ما رأيك يا بروفيسور؟ حالتهم سيئة للغاية سيموتون إذا لم نتوصل إلى علاج علينا أن نبحث عن علاج أبي انتظري يا ابنتي الأمر ليس بهذه السهولة أبي أنا لست بخير حبيبتي ستكونين بخير أعرف أنك لن تستفيد بمساعدتي سنساعدك أنت رجل طيب ما الحل؟ لن أهدأ قبل أن أتوصل إلى علاج لابد أنك تمزح هل ستذهب لمساعدة ماركم حقا؟ إن رجاله مرضى وماذا سيحدث إذا علجناهم؟ هل تعتقد أن ماركم سيقول شكرا يترزعا ويرحل عن هنا؟ لا أعتقد هذا سيواصل قطع الأشجار احتمال ونحن لا نستطيع إيقافه لكن علينا فعل الصواب سيموت ماركم ورجاله إذا لم نساعدهم أنا لا أريد أن أدو قاسية لكن هذه مشكلتهم هكذا لست قاسية؟ لقد أصبحت ضعيف القلب أتذكر عندما كان لقب ملك الغابة يليق بك توكا ما الذي حدث لنظام العدالة الذي كان سعيدا في الغابة؟ كان من يريد الغابة بسوء ينال عقابه توكا ماذا عن أبي؟ أبي؟ ابنة ماركم الصغيرة تعنيان الفتاة ذات العينين الواسعتين والابتسامة الجميلة؟ ماذا حدث لها؟ إنها مريضة أيضا لماذا تخبراني عن مرضها الآن؟ هيا بانا لنبدأ العمل ثم اقتتثت الأميرة أوراق الزهرة واحدة واحدة وألقت بها في النار وكانت تقول سيعود إليه لا لن يعود سيعود إليه رفقا يا أبي استريحي قليلا جين هل ستتحسن حالتي؟ حسنا لقد وعدني أبي بالتواصل لعلاج وهو لم يخذلني من قبل أبي أيضا لم يخذلني من قبل سنكون جميعا بخير دلا شك أوامر الطبيب أن ترتاحي أمرك أرجوك لا تخذلني يا أبي يمكن التواصل إلى علاج لكن أحتاج إلى هذه المكونات سأبحث عنها انتظر أعرف الغابة أكثر منك طرزان حياة ابنتي في خطر سنذهب سويا اشتركوا في القناة كم تبقى؟ اثنان رائع ما التالي؟ عصارة شجرة الدرامبا هذا أمر سهل يا ليس سهل لماذا تقول هذا؟ لأن هذه الشجرة تخص بوتو اجمع العصارة سأتولى أمر بوتو محمتي أسهل من محمتك اشتركوا في القناة هل أنهيت؟ اه في الواقع بدأت الآن إلى متى يمكنك صد هذا الوحش؟ الوقت الذي نحتاج إليه لقد انهيت لقد تمازيت عندما جذبت ديلة هذا هو المكون الأخير نعم الظهور في مكان ما هنا أقصد كانت هنا هل هذه الظهور تمو هنا فقط هذا صحيح ما الذي فعلته أردت أن تفعل الخير من أجل ابنتك لكنك ارتكبت خطأ خطأا فاتحا النبات المشعة نعم عشب المستنقع عصارة شجرة الدورنبا و ماذا عن أهلا أهلا يا أبي كيف حالك يا أبي ليس جيدا هل قرأت لي قصة؟ نعم بكل سرور يحكى أن في مملكة بعيدة ما هذا؟ من أين جئتي بهذه الظهرة؟ من الغابة أنا سيت يا إلهي إنها الظهرة التي نحتاج إليها سأعد العلاج في أسرع وقت ممكن ما سبب سعادة الجميع اليوم يا أبي؟ كل شيء التالي استعد يا فتى التالي إنني يا سيد ماركم أشعر بتحسن تام يسعدني سماع هذا رائع أمشيتك أقول لك ماركم ورجاله سيعودون إلى قطع الأشجار كما حذرتك من قبل إهدأي يا توكا هذا ما يحدث عندما تسر على أن تفعل الصواب وتكون طيبة توكا عليك أن تعيد التفكير يا فتى عليك أن تنسى هذه الشخصية وتعود إلى شخصية ملك الغابة العنيف توكا احرسوا على أن تغطوا هذه المنطقة فيا يا رفاق الوقت يسرقنا كيف يقطعون الأشجار؟ لا يقطعونها إنهم يزرعون والآن هيا ازرعها على عمق في الأرض هل يحتاج أحد للماء؟ هكذا بعد أشهر سيمتلئ هذا الحقل بزهور الجميلة ما رأيك يا آبي؟ نامسة دورك؟ أنا؟ ليس دوري لم أكثر في هذه اللعبة منذ أن كنت في العشرة انتظري لا أعرف كيف أشكرك ماذا ستفعل الآن؟ لا أعرف سأفكر في مشروع أقل تدميرا أكره أن أفكر في مكان يمكن أن يضيع بسببي على الأقل لم تفقد ابنتك سأمسكه أحبك أحبك أريد أن أعرف محقومة إبداع 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 جدورا لا فرصة اشتركوا في القناة